أعلن نائب وزير الصحة الإيرانية علي ريدا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66 حالة بالتزامن فجر نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني محمد حسين قرباني مفاجأة صادمة معلنا أن 41% من مرضى كورونا أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية تحرص دولة الكويت وفق رؤية كويت جديدة 2035 على تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق نظرا لدوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة لشرائح المجتمع لا سيام الشباب في القطاع الخاص وتعاد مدينة الكويت لرياضة المحركات أحد المعالم السياحية الجديدة في دولة الكويت التي تستقطب الجمهور من العائلات والشباب في الوقت نفسه لكونها تجمع بين المرافق المتميزة التي يتطلبها أي معلم سياحي والتجهيزات الرياضية التي تلبي رغبات محب رياضة قيادة السيارات والدراجات وتضم المدينة التي تقع في منطقة عريشفان جنوبي البلاد سباح حلبات تضاهي أرقى المستويات العالمية وتمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع وتبدو كأنها واحة بديعة من حيث الجمال العمراني لكونها اعتمدت على تصاميم عدد من المصممين العالميين وأبطال السباقات المشهورين لتمزج في ذلك بين لمسات المعمريين وخبرات الرياضيين